يوم في الشاطئ لماذا استخدمنا هنا حرف جرآن؟ عندما تكون في مكان فيهما أو تكون ذاهب إلى مكان فيهما كالبحر, النهر, البحيرة أو الشاطئ تستخدم حرف جرآن مثلا أنا في النهر هنا لا يوجد تغيير مكان أنا أصف المكان الذي أتواجد فيه أنا أتواجد فيه النهر أنا و باول هم إخوة يعني الإخوة أو الأشقاء اليوم سوف يذهبون إلى الشاطئ هنا عندنا حرف جرآن بلوس أكوزاتف لأن عندنا تغيير مكان سوف يذهبون مثلا من المنزل إلى الشاطئ إذن هناك حركة تغيير مكان يعني إنه يوم مشمس صفة تعني مشمس يعني اليوم عندما تكون عندنا أدات تنكير يكون عندنا النوميناتف هنا عندنا الفعل زين في البلوس نوميناتف ويكون الإسم بأدات تعريف في هذا المثال نضيفه للصفة يعني في الشاطئ يوجد الماء والرمال إس جيبت بلوس أكوزاتف تستخدمها عندما تريدوا أن تعبر أن شيئا ما موجود هناك الأطفال يلعبون في الرمل حرف جرئين هنا بلوس داتيف إم هي إن بلوس ديم دير زاند هو الرمل وفي الداتيف ديم زاند شاو أننا وير زيند إندليش أم شتخاند اندوري أنا شاوان يعني نظرة شاهدة أو ألقى نظرة إندليش يعني أخيرا إندليش يا باول إس إست فوندر شون هيا يعني نعم باول المكان جميل هنا فوندر شون يعني رائع جميل زي باون أينو زاند بوك أم شتخاند هم يبنون قلعة في الشاطئ دي زاند بوك يعني قلعة الفعل باون معناه بنا يبني باون إش فاعدة أينن توم باون يعني صوف أبني برجا دير توم هو البرج الفعل باون فعل بلوس أكوزاتف لذلك عندنا أينن توم وإش فاعدة أين بروك باون يعني وأنا صوف أبني جسرا دي بروك هو الجسر قلعتنا تبدو رائعة الفعل أوس زين هو فعل منفصل يعني بدأ يبدو طول يعني رائعة طول باون باون يقول نعم إنها كبيرة مجتستو شوامن أنا أنا هل ترغبين بالسباحة الفعل شوامن يعني سباحة مجتستو شوامن أنا يا إش مشتو شوامن غين نعم أودو الذهاب للسباحة زي غين إنس فاسا هم يذهبون للماء لماذا استخدمنا هنا حرف جرئين عندما تكون في الماء يعني تكون مبلل وسط البحيرة مبلل أو وسط البحر مبلل أو داهب إلى الماء إلى وسط البحر أو إلى وسط البحيرة تستخدم حرف جرئين مثلا إش بن إم زي أنا في البحيرة ولكن هنا أقصد أنني داخل البحيرة في الماء إش قيئ إم دين زي أنا داهب إلى البحيرة أقصد إلى داخلها في الماء داس واسا إست وام يعني الماء دافئ داس واسا إست وام نخ ديم شوامن لَيْغَنْزَيْزَيْشْ أَوْفْ إِرَ هَنْتُيْشَةْ يعني بعد السباحة نخ إما بلوس داتيف داش وامن هي السباحة آتية من الفعل شوامن يعني سباحة لَيْغَنْزَيْزَيْشْ يعني يَسَّلْقُونَ زيش لَيْغَنْ يَسَّلْقَ يَسَّلْقِيْ يَسَّلْقُونَ عَلَى مَنَاشِفِهِمْ دي هَنْتُيْشَةْ مَنَاشِفْ هنا عندنا حرف جر أوف بلوس أكوزاتيف لماذا؟ لأن عندنا الفعل زيش لَيْغَنْ هو فعل يعبر عن حركة مثلا الشخص يكون واقف ثم يستلقي إذن هناك خركة ويستمتعون بالفترة بعد الظهيرة في الشاطئ الفعل فعل معناه يستمتع هو فعل بلوس أكوزاتيف يعني بعد الظهيرة أنا تقول أنا جائعة إِشْ هَابُ هُنْغَ أنا جائعة إِشْ أَوْخ أنا أيضا إِشْ أَوْخ لَاسْ أُنْسْ أَسْن شليكت باول فور يعني دعينا نأكل يقترحو باول لَاسْ أُنْسْ يعني دعينا الفعل أَسْن يعني أكل يأكلو والفعل فورشلاغن يعني يقترحا يقترحو فورشلاغن زي أَسْن أَيْنَ هَمْبُورْغَ وَنْ تْرِنْكَنْ أَيْنَ زَفْتِ هُمْ يَأْكُلُونَ هَمْبُورْغر وَيَشْرَبُونَ عَصير الفعلين أَسْن وَتْرِنْكَنْ فعلين بلوس أكوزاتيف لذلك عندنا أَيْنَ هَمْبُورْغَ وَاَيْنْ زَفْتِ إِشْ بِنْ زَتْ زَكْتْ بَاول باول يقول أنا شبعان إِشْ بِنْ زَتْ أنا شبعان دي زونة قيت لانقزم أُنتا الشمس تغرب تدريجيا لانقزم تعني ببطء ولكن هنا معناها تدريجيا الفعل أُنتا قيين فعل منفصل معناه غربة يعني يرون غروب الشمس الجميل في البحر هو غروب الشمس الفعل زين هو فعل بلوس أكوزاتيف لذلك قمنا بإضافة للصفة متى نضيف للصفة في حالة أكوزاتيف عندما يكون عندنا أداد تعريف دين في هذه الحالة أو أداد تنكير آين تذكروها ب أداد التعريف دين وأداد تنكير آين تنتهي ب إِن إذن أضيف كذلك للصفة إِن زي باكن إي وزاخن هم يجمعون أغراضهم أو يحزمون أغراضهم أو أشياءهم دي زاخن يعني أشياء أو أغراض الفعل باكن وهو فعل بلوس أكوزاتيف معنى جمعة أو حزمة Das war ein toller tag sagt Anna Anna تقول لقد كان يوما رائعا toll يعني رائع يا Anna wir haben einen schönen Tag am Strand verbracht نعم Anna لقد قضينا يوما جميلا في الشاطئ الفعل verbringen ومعنى قضاء يقضي هو فعل بلوس أكوزاتيف هنا في الماضي verbracht انهاتيف زقدين لقد قضيت